تعريف المدن الذكية يختلف باختلاف الأهداف لتطويرها ولكن مجملاً المدن الذكية هي مدن تعتمد على التقنية لتبني وصناعة قرارات تعتمد على معلومات دقيقة وحديثة متزامنة أركان المدن الذكية هي ستة وهمها واحد الأركان هي البيئة الذكية والحكومة الذكية والاقتصاد الذكي ومجتمع ذكي وكذلك حياة ذكية ومواصلة ذكية فهذه أحد الأركان الرئيسية هي بيئة ذكية طبعاً بالتأكيد تصنع فرق فمثل ما قيل ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته فعند القياس يعني على سبيل المثال الانبعاثات الصادرة من المصانع المباني السيارات البواخر بإمكاننا معالجتها والتخلص منها في حال معرفة الكميات الخارجة من هذه المصانع على سبيل المثال طيب هل المعايير التي ينبغي مراعاة في تصميم هذه المدن الذكية هي نفس الستة التي ذكرتها أم هناك سواها لتخدم موضوع التغير المناخي ومحاربتي نعم ما ذكرته كان هو أركان المدينة الذكية ولكن المعايير جميع المدينة الذكية تحتاج لعدة معايير أهمها عقل المدينة وكيف إدارة تدبير المدينة بشكل عام الأمر الثاني البيانات القابلة للتحديث وهنا يأتي دور مشاركة المجتمع مشاركة المصانع على سبيل المثال مع متخذين القرار المحور الثالث هو المرونة في التوسع وكيف تبني المعلومات وكميتها والمصطلح اللي يطلق عليه البيك ديتا المحور الرابع اللي هو أمن المعلومات وهذا محور رئيسي حقيقة اللي هو السايبر سيكوريتي فهذه المحور هي المعايير التي يمكن أنها تؤثر على تصميم البيئة الذكية أو المتسمى المدن الذكية